المسائل الخير يعني أعتقد طالما لم يقف المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والإنسائل ستستمر إسرائيل حيث أنها لا ضغوط حقيقية عليها وبالتالي هي سترغب بالاستمرار لتحقيق ما تريده وهو إخراج حماس من غزة وطبعا سيذهب بضحية ذلك آلاف أطفال والنساء لأن المكان مقتصد بسكان غزة وإسرائيل لا تملك إرادة أخلاقه لا تملك أيضا منظومة حقوقية في ذهن عسكرها الذي يريد أن يستخدم قوة غاشمة بعيدة عن القانون الدولي والقانون الدولي للإنسان كيف يمكن إلزامها اليوم دكتور بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؟ لا يمكن ذلك من خلال المؤسسات الدولية ومن قبل مجموعة من الدول التي تملك ذات النفوذ العالمي وهذا لا يحدث اليوم للأسف نرى الولايات المتحدة والدول الأوروبية صامتة عن عملية وقف النار وقف اطلاق النار والأردن استطاع من خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة استضار قرار ولكن هذا القرار غير ملزم بوقف اطلاق النار نعم القرار الملزم هو قرار من المجلس الأمن ونحن نعلم أن الولايات المتحدة تستخدم فيتو في أي اتجابها كيف يمكن البناء على هذا القرار الذي أصدر في الجمعية العامة للأمم المتحدة وذهاب به إلى مجلس الأمن للبناء عليه أيضا؟ يعني وقف اطلاق النار لا يمكن الآن بأي طريقة من الطرق ما لم يكن هناك ضغط دولة حقيقي ولكن يمكن من الآن أن نبدأ ببناء قضايا ذات بعد جرائم حقوق في حقوق الإنسان أو جرائم دولية ضد الإنسانيه عبر جمع الأدلة والبيانات والتوثيق كل ذلك يمكن رفعه أمام جهات دولية ضد قيادات العصابات الصهيونية وبالتالي يمكن أن نمنعهم من السفر ويصبح لعالم مكان خطير عليهم لا يستطيع أن يغادروا تلك البقعة حتى لا يتم القبض عليهم وطاردهم للمحاكمات الدولية نعم طيب دكتور هذا فيما يتعلق بالعوامل الخارجية إذا ما تحدثنا بالعوامل الداخلية اليوم الداخل الإسرائيلي هناك أيضا تحديات أمام حكومة الحرب الإسرائيلية وانقسامات داخل إسرائيل انقسام حكومي حكومي انقسام حكومي عسكري وهناك أيضا مطالبات باستقالة نتنياهو نعم ندرك هذا ولكن في الحقيقة هذا لا يحدث فريقا حقيقيا على أرض الواقع اليوم إسرائيل بعقيدة العسكرية هي التي تقود تريد أن تنيه هذه الحرب بشكل مأساوي بدمار كبير بتشريد قضي أو تهجير جماعي قصري لسكان غزة على أمل أن تصبق ذلك مستقبلا على الضفة الغربية وبالتالي ما نراه من آراء مخالفة للحرب هي أصوات غير مؤثرة على صناعة القرار داخل إسرائيل فما حدث يوم 7 أكتوبر هز المؤسسة العسكرية والأمنية وبالتالي هي تسعى بكل قوة لكي تستعيد أزال من بريقها طيب على مستوى الموقف العربي اليوم دكتور وخاصة الأردن كيف تنظر إلى الموقف الأردني السياسي الداعم للأشقاء في الأراضي الفلسطينية وخاصة ما حصل مؤخرا وهو إبلاغ إسرائيل بعدم إعادة سفيرها إلى المملكة إلا في حال أوقفت الحرب وتم أيضا استعاء السفير الأردني من إسرائيل نعم بداية الموقف الأردني هذا ليس جديدا في دعمه للأشقاء الفلسطينيين وهو موقف دائم على ما إذا ما راجعنا تاريخ القضية الفلسطينية التصعيد الجديد هو ما يتعلق بالكثير الإسرائيلي وأعتقد أن هذا موقف جبلوماسي قوي جدا ومن الجيد أن المملكة البحرين أيضا قد ذهبت بهذا الاتجاه بمعنى أن الأردن قد كسر قيدا مهما في الدبلوماتية الأردنية والعربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالتالي أصبح نهجا يمكن اتباعه برأيك هل يمكن أن نعتبره نهجا يمكن اتباعه على مستوى الدول العربية ينسحب على مواقف الدول العربية في الأيام المقبلة؟ أنا أحب أن أؤكد أن الأردن عندما بدأ جلالة الملك يتكلم عن جرائم حرب لم يكن هناك أحد يستطيع أو يزرع في العالم أن يتكلم عن جرائم حرب تقوم بها القوات الغاسم الصهيونية ضد أهلنا في غزة ولكن اليوم بدأت الأصوات تتعالى عن جرائم الحرب بدأت تتفاعل الأردن رغم الصغر حجمه الجغرافي إلا أنه له أثر لأنه دائما صوت الحكم وبالتالي عندما يتكلم جلالة الملك في هذا الأمر فإن العالم يسمع أيضا وهذا شيء جيد وبالتالي يمكن أن يكون هذا نهج يمكن أن يتبق في دول العربية وعدد من دول الأجنبية أيضا بحيث يتم طرب السفر الإسرائيلي من هذه الدول وستعاء السفراء هذه الدول من إسرائيل لإظهار الموقف ديبلوماسيا بصورة قوية بعيدا عن أقوال بلا أفعال ولكن علينا أن ننتبه أن الموقف العربي اليوم هو موقف عربي ككل هو عربي متخاذف وبالتالي لن نستطيع البناء على موقف عربي وهذا ما يجعل الموقف الأردني مميزا لأنه قادر أن يواجه طرف العالم الغربي لوحده وقادر أن يحقق إنجازات جيدة وأن يثبت حقائق على الأرض وبالتالي لو لم يتسلم الأردن مباشرة حول الإجراءات الإسرائيلية في التهجير الجماعي القصري لسكان غزة لكل ما يمكن أن نرى اليوم ترانسفير حقيقي لأهل غزة ولكن الأردن مباشرة جلالة الملك ذهب إلى أوروبا وتحدث مع القيادات الأوروبية حول هذا الموضوع ونصق أيضا بالإضافة لذلك مع شخيقة مصر واستطعنا أن نمنع من فكرة أن يتم الضغط على مصر لكي يتفتح معبر رفح كي يمر الأشخاص المصريين إلى الجزء المصري من رفح ويستوطنوا هناك كمهاجرين أو كلاجئين نعم كل الشكر الكاتب المحلس سياسي دكتور رومان حداد على هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر